على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في قطاع غزة ومصارة العمل من أجل تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع حيث استعرض السيد الرئيس جهود مصر لدفع مصار التهدئة ووقف إطلاق النار وكذا قيمها بتقديم وإصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع كما تطرق أيضا الحديث بين الرئيسين لأهمية عدم اتساع دائرة الصراع في المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي